ترجمة نانسي قنقر وحيانا على شرح من ارستو هي التوحيد او اليونيتي بكتاب فن الاشعار وفي كتاب جون يورك بيحكي عن السيم على انه هي it's an active exploration of an idea وطروحها قابلة للمناقشة المناقشة ما بابو الضرورة تكون شغلة فائقة للخيال يعني نحن ممكن تكون المناقشة تبعنا هي انه كل شي ممنوع مرغوب اهم شي بالمناقشة انه هي تكون مناقشة بكتير من الاحيان في ناس بترتكب الخطأ بانه بتعتقد السيم تبعها مفاهية الانسانية او الاخوة او الحب او اي مفهوم اخر بس هاي المفاهي مفاهيم كتير عامة كتير كبيرة بس مثلا نحنا فينا نعتبر مناقشة لفيلم انه الصبيان والبنات ما فيهم نكونوا الرفاءات هلأ هاي جملة احنا فينا نتناقش فيها فينا ناخد ونعطي فيها هذا ما بيعني انه الواحد اللي ما بديجي اليكتوب فيلم يبلش من المناقشة هلأ ممكن تثبط وبرافو اللي بتثبط معوه بس نحنا الباقي غالبنا اللي بيصير معنا انه نحنا بتجينا فكرة نحنا بتجينا صورة مشهد شخصية اي شي بس تكتمل شوي او تختمل شوي هاي الفكرة وظيفتنا انه نطلع عليها ونسأل شو الثيم او شو المناقشة اللي بتزبط مع هاي الفكرة ووقت بنزبط مع بعض خلينا ناخد نسال فيلم فايندينج نيمو الفكرة سمكة عم تدور على سمكة تانية بعمق المحيط خلينا نشوف الفكرة اكتر السمكة الاولى هي الاب اسمه مارلين السمكة التانية هو الابن اسمه نيمو السمكة الاولى فقد كل عيلته بحادث قليم جدا ماتت فيه الام وعدة ولاد وما بقيلوا يهدني غير نيمو بس لما نيمو فاصل من البيضة شاف مارلين انه نيمو عنده اعاقة عنده زعون في اصغر من التانية او ايد اصغر من التانية او ما غالف انيوي عند مارلين صار في تعلق كتير كبير بابنه صار يحبه كتير يعمل شغلات كتير او ما نخوفوا عليه نخوفوا انه يخسروا الثيم الثيم تبع فايندينج ميمو هي اد ما كنت متمسك بالاشخاص اللي بتحبون لازم يجي وقت وتطلق صراحه هاي الثيم كتير حلوة لحتى نحطها مع السمكة اللي عم تدور على سمكة تانية لانه الشي اللي عم تقلنا يا انت ككاتب اللي عم تحط هاي المناقشة مع هاي الفكرة انه هاي السمكة الاولى اللي هي مارلين عم تقضي كل هادا الوقت تبع البحث وعم تموت وعم تعيش وعم تمرؤدون كل هاي المصاعب لحتى تلاقي السمكة التانية ولما تلاقيها رحت اطلق صراحه اتفقنا شو هي السمكة جبنا الفكرة وجبنا السمكة هلأ شو هلأ حنرجع لعند الجوكر بعد عدة مشاهدات الفيلم وبعد قراءة النص مرتين ثلاثة اللي بيحب يقرأ النص انا كتير بشاجعه تركت اللينك تحت وفيه شغلات غريبة بالنص كمان يكون عنده قطة ارثر لونة اورانج وبيقتلها بلحظة من اللحظات وكمان ببداية الفيلم كانوا حاطين له جروحه هون انا كتير متخبل وراء المايك بداية الفيلم كانوا حاطين له هون جرح يمين ويسار طبعا متل ما شفنا اللي شاف الفيلم اللي ما شاف الفيلم ما عرفش متفرجة اللي شاف الفيلم بيشوف انه ما عنده هاي الشغلات فانترستنج شويس خلينا نشوف الشخصية اكتر ارثر هو حدا منبوذ من المجتمع حدا عنده مشاكل نفسية ارثر عنده فقدان لشخصية الاب بحياته ارثر حدا عنده مشاكل انتماء كتير كتير كبيرة وانا عم بقرأ ننصص توقفتني الجملة هاي تاكينغ اوف ذا ماسك وانا اعتقد نحنا من هون فينا نقول انه السين تبع للجوكر هي لحتى تنتمي لازم تخلع قناعك قبل ما نستعجل البطل ببداية الحكاية بداية الاحكاية المفروض انه يكون مؤمن بطرف الخاطئ من المناقشة مؤمن بالانتيثيم وشغلتك ككاتبة او ككاتبة إنه ناخده من الامام بالطرف الخاطئ من المناقشة للطرف الصحيح من المناقشة الإيمان من الانتيثيم كيف؟ بتصميم مشاهد وظيفتها الاولى و الأخيرة انه يدخل بالاستقرار تبع الشخصية تمتحن ايمانها بالطرف الخاطئ للمناقشة تشوف أنه طريقة حياتها ما عادت زابطة ويمكن يكون في طريقة تانية أفضل الشخصية ما لغبية ورح تحاول تاخد الطريق السهل الطريق السهل هي أنه ما تغير إيمانها ما تغير شي جواتها تغير شي براتها وكلما الشخصية بتحاول تهرب من هذا الموضوع بأنه هي تدور على أبوها أو تدور على أصل أمها لازم تنلطش كف وترجع لحتى تتخبى بعالمها لصغير اللي هلأ صار مفكك بتكرار هاي العملية من شيئ آسي لشئ آسى بلحظة معينة الشخصية راح تقدم راح تقتنع بالطرف الصحيح من المناقشة هذا جزء كتير كتير مهم لا يكفي أنه الشخصية تآمن أو أنه تقتنع بالطرف الصحيح من المناقشة لازم نشوفها عما تعيش على أساس الطرف الصحيح من المناقشة لازم نشوفها عما تعيش بالثيم تبع الموفي لازم يخلع القناعة مثل ما هون بيعمل بمعنى آخر إذا شرنا كل الفيلم عجنب وحطينا بس المشهد الأول والمشهد الأخير بالفيلم لازم يكون في فرق جوهري واحد بس عند الشخصية ببداية الفيلم الشخصية عم تتصرف وتعيش حياتها على أساس الانتي ثيم على أساس الطرف الخاطئ للمناقشة بالمشهد الأخير الشخصية عم تعيش حياتها على أساس الثيم عم تعيش حياتها على أساس الطرف الصحيح للمناقشة فيلم الجوكر هو بأكيد فيلم كتير عظيم والأفكار اللي أنا قدمتها بهذا الفيديو هي أفكار رأيي اللي عنده رأيي تانية وبيحب يشاركني بتمنى أني اسمعهم بالتعليقات تحت شكرا لوقاتكم بشوفكم الملاجعي أهم شي بالمناقشة إنه هي تكون مناقشة عيد عيد هااخ أهم شي بالمناقشة أو بالثيم على أنه هي هي انقضعت الكهرباء بداي إلى أشغل بطاريا شكرا